هلو حبايبي الحلوين صاف سادس حبايبي اليوم عدنا درس اسم السؤال عن الصناعات اوكي احنا تعرفنا بالدروس السابقة عن الصناعات اليوم رح نجي نتعرف شون نسأل عن الصناعات اوكي يعني مثلا واحد يريد يسألني يقول لنا من ماذا مصنوعة قارورة زجاجية او من ماذا مصنوع الاحذية اوكي لكن رح نتعلمها اليوم باللغة الانجليزية نتعلم السؤال ونتعلم الجواب حسنا تعالوا نقرح هاي النوت اللي تقول عند السؤال عن الصناعات نستخدم الادات what اذا من رجل اسأل عن الصناعات رح استخدم اداة what ونستخدم معها هنا ال is او ال are اذا هاي ال what تسأل عن الصناعات ويجيوا اياها ال is وال are اذا كان الشي اللي نسأل عنه مفرد فرح نحط is اوكي اذا الشي اللي اسأل عنه اذا كان مفرد فرح احط is مثليش مثل ال glass jog الدورق الزجاجي دورق الزجاجي هو مفرد فرح احط له ال is اما اذا كان جمع فنضع ال are اذا الشي اللي نسأل عنه كان جمع فرح احط له شنو ال are تعالوا هسنشوف قاعدة السؤال طبعا هاي القاعدة للاطلاع وليست للحفظ فقط اشوفون شون انبنت جملة السؤال عن الصناعات طبعا من اريد اسأل عن الصناعات رح استخدم مثل ما قلني that what ويكون موقعها اول شي بالجملة ثاني شي رح يكون عندي اما is او ال are ومن بعدهم رح يكون الشي اللي نسأل عنه ثالث شي الشي اللي نسأل عنه طبعا اذا الشي اللي اسأل عنه كان مفرد فرح نلقي هنا في الوساط اكو is اما اذا الشي اللي نسأل عنه جمع فرح نلقي في الوساط اهنا اكو are من بعدهم رابع شي رح نلقي المايد اوف او اكيد بالنهاية علامة الاستفهام اوكي تعالوا هسا نشوف هذاني الاسئلة ونشوف شون مطبقة حسب القاعدة اللي عندي يقول من ماذا مصنوعة القارورة الزجاجية اول شي عندي الادات what اداة السؤال ال what من بعد هي اكو is ومن بعد ال is اكو glass jog بما انه ال glass jog هي مفرد لهذا لقينا هنا في الوساط اكو is اوكي ومن بعد هن لقينا رابع شي اكو المايد اوف وعلامة الاستفهام اذا هايا صحيحة وحسب القاعدة الفوق نجو نباع السؤال الثاني اللي يقول what are shoes made of من ماذا مصنوع الحذاء ايضا عندي اول شي الادات what ومن بعد ها اكو R ومن بعد ال R اكو shoes شي اللي نسأل عنه هو shoes وبما انه shoes جامع لهذا لقينا في الوساط اكو R ومن بعد هم رابع شي لقينا اكو المايد اوف ومن بعد ها علامة الاستفهام ايضا هاي صحيحة وحسب القاعدة اللي فوق نقرأ هاي الملاحظة اللي تقول rubber bands gloves boots jeans shoes knife fork and spoon هذان يقول لهم شنو جامع ونحط لهم ال R اذا لقيناهم بالجملة هذان يلازم يكون وياهم ال R هس اتعرفنا على السؤال تعالوا نشوف صيغة الجواب قبل ما نشوف قاعدة الجواب عندنا هنانا ملاحظة صغيرونة تقول عند الجواب نعوض ب it is اذا الشي اللي نسأل عنه مفرد و they are اذا جمع يعني شنو احنا قبل شوية مو قلنا من ماذا مصنوعة لقلاس جاق من ماذا مصنوعة لقلاس جاق من اريد اجاوب ما ارجع اقول هاي الكلمة طويلة مرت اللخي هو اقول جلاس جاق هي مصنوعة من الجلاس لا حصير طويلة ومتعبة فليهذا الشي رح اسوي رح اعوض عنه ب it is اوكي عن الجلاس جاق بالجواب رح اعوض ب it is كذلك من سألني من ماذا مصنوعة الشوز ما ارجع بالجواب اقول شوز مصنوعة من اللذر لا حصير طويلة اقول they are مصنوعة من اللذر اوكي فرح اعوض عنهم طبعا اه مصنوعة من اللذر ب it لان وثالث شي رح يكون اسم المادة المصنوع من هالشي اوكي اوكي تعالوا ناخذ امثلة على مود نفتهم اكثر المثال الاول يقول what is a glass jug made of من ماذا مصنوعة القارورة made of made of واخر شي اللي هي اللي هو اسم المادة اللي مصنوع منها الشيء اذا هذا الجواب شفتوا شون اطبق حسب هاي القاعدة اللي هنا ثاني نجي على السؤال الثاني اللي يقول what are shoes made of من ماذا مصنوع الحذاء الجواب رح يكون they are made of leather انهم مصنوعون من الجلد بما انه ايضا اسأل عن الشوز والشوز جمع لهذا بالجواب شحطيت عوضت عنهم بال they are ومن بعدها made of وثالث شي واخير شي هي اللذر وهي اسم المادة اللي مصنوع من عندها الشيء ايضا هاي حسب القاعدة الفوق السؤال الاخير يقول what is a metal sauce pan made of من ماذا مصنوع القدر المعدني الجواب it is made of metal it is made of metal بما انه اني عندي sauce pan واللي هي مفردة فلهذا بالجواب عوضت عنها بشنو it is ومن بعدها made of واخر شي المتال وهو اسم المادة اللي مصنوع من عندها الشيء ايضا هذا صحيح وحسب القاعدة اللي فوق قبل ما انتقل الى الامثلة الوزارية اريد انبهكم على شغلة انه هاي الاسئلة مال الصناعات والجواب مالتها ترى اني راح اجيب من عندها بالامتحان الشفهي من انت تقعد قبالي واحدة من الاسئلة راح اسألك اياها مثلا اقول لك what is glass jar made of انت لازم تعرف تجاوبني بشكل صحيح وسليم وتقول لي it is made of glass او ممكن اسئلك اقول لك what are rubber bands made of يعني من ماذا مصنوعة الاربطة المطاطية انت لازم تعرف من شنو مصنوعة وتقول لي they are made of rubber حسا راح ننتقل على الامثلة الوزارية طبعا هذا الموضوع بكومة امثلة وزارية وعدة طرق نجي ناخذ اول طريقتين واللي هو يجيب لك الاس والار بين قوسيا او يجيب لك ال it والthey بين قوسيا انت لازم تعرف شون تختار بالشكل الصحيح تعالوا نبدي باول سؤال واللي هو بصراحة يعتمد على المعنى اللي يقول what is luar scarf made of what is luar scarf made of من ماذا مصنوع الوشاح تيجي تباوع على ال scarf واللي هو معناتها وشاح تباوع علي هل هو مفرد لو جمع مفرد ليش ما بيأس الجمع بما انه ال scarf مفرد فاش راح تحط له is luar اكيد راح تحط له ال is فصير الجملة what is a scarf made of نيش نباوع على الجواب وحاط لك ال it والthey بين قوسيا ويقول لك it لو they is made of wool it لو they is made of wool انه مصنوع من الصوف ش راح تباوع؟ راح تباوع هل اكو بتجملة is luar اذا لقيت is معنات هي هاية it اما اذا لقيت are فهاية معنات هذي اهنا بتجملة ش عندي؟ عندي ال is فاش راح اختار لها it لو they اكيد راح اختار لها ال it فالجملة صير it is made of wool يعني انه مصنوع من الصوف سؤال الثاني يقول what is luar rubber bands made of what is luar rubber bands made of من ماذا مصنوع الاربطة المطاطية؟ نيجي نباوع على ال rubber bands rubber bands باوع على هاي الكلمة bands بيها بالاخير s هاي s جمع ومنعدها راح نعرف انه هاي الكلمة جمع اوكي ال rubber bands يعني جمع فبما انه rubber bands جمع ش راح اختار لها is luar اكيد راح اختار لها ال r فالجملة صير what are rubber bands made of من ماذا مصنوعة الاربطة المطاطية؟ نجي على الجواب يقول it لو they are made of rubber it لو they are made of rubber اباوع بالجملة كله زين وادور اذا لقيت are فهاي معناتها they اذا لقيت is فهاي معناتها ال it اهنانا بعد ما دورت ش لقيت لقيت اكو are بما انه اي لقيت are ش راح اختار اتلو they اكيد راح اختار ال they فالجملة صير they are made of rubber يعني انهم مصنوعين من المطاط اجي على السؤال الاخير ليقول what is لو are jeans made of what is لو are jeans made of يعني من ماذا مصنوع بانطلون الجينز اجي اباوع على الجينز الجينز واللي معناتها بانطلون وحنا نعرف وخلنا ملاحظة قلنا البانطلون جمع يعني شنو برجيانات اثنين اوكي قلنا البانطلون جمع واصلا كلمة jeans بها اس ما للجمع فاش راح اختار لها is لو are بما انه هي جمع راح اختار لها اكيد الار فالجملة صير what are jeans made of من ماذا مصنوع بانطلون الجينز نجي على الجواب يقول it لو they are made of denim it لو they are made of denim يعني مصنوع من قماش الدنم مثل ما علمتكم نجي ندور بالجملة هل بيها is لو بيها are بعد ما دورنا ولقينا اكو are فاش راح احط لها it لو they اكيد راح احط لها ال they فالجملة صير they are made of denim اتمنى هاي الطريقة وضحت لكم تعالوا ناخذ الطرق الثانية هاي الطريقة الثانية كلش مهمة يحبها بالوزاري واني هم احبها ومن هسا اقول للكم مية بالمية اني جايبة من عدها في امتحان نصف السنة اني علمتكم عليها داخل الصف وهس راح ارجع اعيدها مع امثلة شوية بعد زيادة اوكي طبعا طريقة السؤال انو جيب لك عاموديا اي وبي هاي الاي بيها الاسئلة والبي بي الاجوبة لكن الاجوبة مخربطة وانت لازم تربط كل سؤال مع الجواب الصحيح مالته اوكي صغة السؤال تقول يعني طابق بين الاسئلة في العامود اي مع اجوبتها في العامود ب تعالوا نقرأ العامود اي السؤال الاول يقول what is jog made of what is jog made of سؤال number two what is a t-shirt made of what is a t-shirt made of number three يقول what is the wooden spoon made of what is the wooden spoon made of number four what are knife fork and spoon made of what are what are fork and spoon made of number five what are leather boots made of what are leather boots made of number six what are jeans made of what are jeans made of نجي نقرأ العامود ب number a ايقول it is made of wood it is made of wood b ايقول they are made of leather they are made of leather c ايقول they are made of denim they are made of denim d ايقول it is made of cotton it is made of cotton e ايقول it is made of glass it is made of glass f ايقول they are made of metal they are made of metal قبل ما نبدي نحل احب اقول لكم انه هذا السؤال يعتمد على المعاني مية بالمية انت اذا ما تعرف معاني مشكلة اذا انت ما حافظ كل شغلة وشنو المادة اللي مصنوعة منها هم مشكلة فلازم تحفظ انت وتعرف كل شغلة شنو المادة اللي مصنوعة منها ارجع عيد الفيديوات ارجع شوف دفترك انا شم كتبتك رح تعرف وتحفظ كل الزيين هذاني على موت اتجاوب عن هذا السؤال بالشكل الصحيح سواء بامتحان الشهري او بالامتحان الشفهي لنصف السنة اوكي يلا تعالوا نبدأ نحل سؤال الاول يقول what is جاغ made of اني اعرف وحافظ عن ظهر قلب انو جاغ يعني القارورة الزجاج بما انو جاغ هي اسمها بالعربي قارورة زجاج فهي اكيد مصنوعة من شنو من الزجاج واللي هو جلاس فاروح ادور على كلمة جلاس بالجواب واللي هو جواب اي it is made of جلاس واجي فقط اكتب هنانا حرف الاجابة ما اريد توصيل الخطوط لا ما اريدك توصلي بخطوط تكتبلي حرف الجواب واضح نجي على الثاني سؤال واللي يقول what is a t-shirt made of what is a t-shirt made of اجاب اوه على t-shirt واني حافظ معناته عن ظهر قلب ولي معناته ايضا t-shirt بالعربي واعرف انه t-shirt مصنوع من القطن المس قالت لي t-shirt مصنوع من القطن اذا اروح ادور بعامود الاجوبة على كلمة قطن واللي هي هنانة الجواب d it is made of cotton واجهنانة فقط اكتب ال d اجي عالسؤال الثالث واللي يقول what is the wooden spoon made of what is the wooden spoon made of انا اعرف وحافظ عن ظهر قلب انه wooden spoon يعني ملعقة خشبية وبما انه هي ملعقة خشبية فاكيد مصنوعة من الخشب واللي اسمه بالانجليزي wood يشبه كلمة wooden لكن بدون en اوكي فاش اسوي اروح ادور على كلمة wood واللي هي هنان الجواب a it is made of wood واجي اكتب هنان فقط ال a نجي نباوع على السؤال الرابع اللي يقول what are knife fork and spoon made of what are knife fork and spoon made of اباوع على knife fork and spoon واني حافظ معناتها عن ظهر قلب ولي هي سكين شوكة وملعقة سكين وشوكة وملعقة واني اعرف انو الشوكة والسكين والملعقة هذاني مصنوعين من المتال من المعدن فش اروح ادور اروح ادور بعامود الجواب على كلمة متال واللي هي الجواب F they are made of metal وهنا انا اجي اكتب فقط حرف الجواب واللي هو ال F اجي هس على السؤال number five واللي قول what are leather boots made of what are leather boots made of اجاب على leather boots واني احافظها واعرفها كل الزيان انو leather boots معناته الاحذية الجلدية اوكي بما انو leather boots يعني احذية جلدية فاكيد هي مصنوعة من شنو من leather من الجلد فاروح ادور على كلمة leather بعمود الاجوبة واللي هي الجواب B they are made of leather واجي ايضا اكتب فقط حرف الجواب واللي هو البي اجي على number six والاخير اللي يقول what are jeans made of what are jeans made off ابا وعلى jeans واني اعرف كل الزين انو جينز معنات بانطلون واعرف كل الزين انو جينز مصنوع من الدنم اوكي فاروح ادور بعامود الاجوبة على كلمة denim واللي هي الجواب رقم C they are made of denim they are made of denim واجي ايضا فقط اكتب هنا حرف الجواب واللي هو C مثل ما شفتوا هذا الموضوع وهذا السؤال يعتمد بشكل اساسي على المعاني ومدى حفظة لكل شي والمادة اللي مصنوع من عنده اكو بعض الحالات مثل السؤال number three والسؤال number five هذاني ممكن اقدر اجاوب عنهم بسهولة ليش مثل هنا الwooden spoon عندي كلمة wood اقدر اروح ادورها بعامود الاجوبة واقدر اجاوب عنها بشكل صحيح بسهولة كذلك عندي leather boots الاحذية الجلدية اقدر ادور على كلمة leather في عامود الاجوبة ورح القاها بشكل صحيح واتأكد انه جوابي صحيح 100% اتمنى اتمنى تكون وضحت لكم هذا الموضوع وضح لكم السؤال والجواب عن الصناعات وضح لكم كيف تجي الاسئلة عن هذا الموضوع خصوصا هذا السؤال هذا السؤال جدا مهم رح اجيب منه في امتحان نصف السنة في الورقة 100% رح اجيب كما هو please احفظو بشكل صحيح كذلك رح اجيب بالامتحان الشفهي من انت تقعد قبالي بالامتحان الشفهي مثلا رح اسئلك اقول what is the wooden spoon made off انت لازم تعرف تجاوب بشكل صحيح كذلك ممكن اسئلك اقول what are knife fork and spoon made off لازم تعرف شوان تجاوب بشكل صحيح ممكن انه تقول لي they are made of metal او تختصر لياها وتقول لي فقط metal هذا بالامتحان الشفهي اما بالتحرير رح يجي بهذا الشكل بهذا الشكل اتمنى يكون الموضوع واضح لكم ترجمة نانسي قنقر